موسيقى أحبتي طالبة الصف السادس العلمي مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء وسلسلة المحاضرات الخاصة بالفصل الرابع الموجات الكهرو مغناطيسية في درسها السابع في الدرس الماضي تكلمنا عن موضوع التضمين وأيضاً تكلمنا عن مدى الموجات الراديوية اليوم راح نستكمل الموضوع ونتحدث عن كيفية انتشار هذه الموجات الراديوية في الواقع لو نرجع قليلاً عزائي طلبة إلى الدرس الأول وقلنا أحد الخصائص للموجات الكهرو مغناطيسية لماذا؟ لأننا الآن نتكلم عن الراديوية الراديوية هي أحد أجزاء الطيف الكهرو مغناطيسية إذن هي موجة كهرو مغناطيسية نشوف أحد الخصائص التي ذكرناها في الدرس الأول بأن هذه الموجات تنتشر في الفراغ بسرعة الضوء التي هي ثلاثة في عشرة أس ثمانية وتختلف سرعتها في الأوساط المادية لأنها موجة كهرو مغناطيسية ممكن تنتقل في الفراغ وتنتقل في الأوساط المادية فإذا انتقلت في الأوساط المادية تختلف سرعها أو سرعتها طبقا لخصائص ذلك الوسط شنو الخصائص هذه الذي تحدد ما هي الخصائص التي تحدد انتشار الموجات الكهرو مغناطيسية في الوسط المادي إذن اكتبها ما هي الخصائص ما هي الخصائص التي تحدد ما هي الخصائص التي تحدد سرعة انتشار الموجات الكهرو مغناطيسية في وسط مادي السؤال مهم جدا فنحن أخذها أولا جواب أولا السماحية الكهربائية رمزها ايتا هذا بيرماتيفتي بيرماتيفتي وثانيا النفاذية المغناطيسية للوسط وهي ميو هي ميو بيرمابلتي بيرمابلتي إذن بيرماتيفتي السماحية بيرمابلتي النفاذية هاي العوامل الثنين طيب كيف نحدد سرعة الموجات سرعة الموجات وتحدد وياها وتحدد سرعة انتشار الموجات بالعلاقة 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 في تساوي واحد على جذر ايتا ميو لاحظوا هنا الايتا والميو طبعا هي خصائص نقدر ناخذها للهواء ونكتبها مثلا عدنا قيمتها للهواء عزيز الطالب للهواء او للفراغ للفراغ او بين قوسين للهواء العادي قيمة الايتا ثمانية بوينت ثمانية خمسة اربعة في عشرة السالة باثنعاش فاراد على متر وقيمة الميو تساوي اربعة باي في عشرة السالب سبعة هنري على متر ولاحظ لو جيب هذا القيم عزيز الطالب تخليها بالعلاقة تحصل على ان ذي تساوي واحد على تحت الجذر ثمانية بوينت ثمانية خمسة اربعة في عشرة السالب اثنعاش في اربعة في ثلاثة واربعة في عشرة السالب سبعة طبعا هذا كله نعم هو للفراغ للفراغ او الهواء المطلقة نقدر نسمي بس هو للفراغ احسن الميا يكون للفراغ هو لين هو انا عندنا فراغ فهذا تقريبا يطلع عنا لسعة الضوء تقريبا هي اثنين بوينت تسعة تسعة سبعة تسعة سبعة تسعة ستة اربعة في عشرة وستثمانية متر على الثانية ويقرب شكرا ثلاثة في عشرة وستثمانية متر على الثانية فهذا هو فهنا احنا اعزائي طلبة تمييزا تمييزا هسه هذا الوسط نقلنا وسط المادي بس من نقول فراغ احنا راح نميزها ونسميها ميو نوت لاحظوا هاي ميو نوت هذا شنو هذا للفراغ المطلق فهنا اذا كان وسط مادي فهنا نفس العملية هالي الثوابط ايضا ميو نوت وهذا وهو الاتا نوت والفي نوت هي تعتبر ايضا سرعة تعتبر هاي الفي نوت راح نمثلها تعتبر سي لدي ساعة الضوء في الفراغ فلاحظوا هي هاي تقريبا تساوي سي فاذا هاي تتحول كلها تتحول المن اذا بالفراغ راح نكتب هاي سي فهاي تتحول ايضا الى سي وهاي تتحول الى سي اذا نقدر نكتب سي او في نوت هو شي يمثل يمثل سرعة اما دا نكتب في نقصد بها بي شنه في لا في وسط المادي 8 متر على الثانية هذا الحقيقة عزائي الطالبة السؤال مهم جدا وهو يجب ان يعرف الطالب انه العوامل المؤثرة في انتشار الموجات في وسط المادي وهو السماحية الكهربائية والنفاذ المناطسية ميو وفق العلاقة لإيجاد ذلك الانطلاق الان شون تنتشر هذه الموجات عزائي الطالبة تنتشر الموجات بطرق حسب طبيعة ارسالها فممكن ان تكون الموجات قريبة سطح الارض ممكن ان تكون لا الموجات مبتعدة على سطح الارض وممكن تكون الموجات الى السماء فاذا تنقسم هذه الموجات الى ثلاث انواع الانتشار مالها حسب طريقة ارسالها حسب طريقة ارسالها فراح نقسم انتشار الموجات الى الاشياء او طرق انتشار الموجات طرق طرق او طرائق طرائق انتشار الموجات حسب طبعا حسب طرائق حسب عملية ارسالها اولا الموجات الارضية شوف عزيزي الطالب شنو ارضية هاي اسمها من اسمها الموجات الارضية هي الموجات اللي ترسل وتكون قريبة من سطح الارض وهذه الموجات تتأثر بنحناء الارض وكذلك بالاجسام الموجودة على سطح الارض ولذلك ما توصل الى مسافات بعيدة ما توصل الى مسافات بعيدة اذا ذا ريد الطالب يبدأ يخلي لها مجموعة خصائص شو يقول هاي اول شي قريبة من سطح من سطح الارض تتأثر بتحدب الارض لا تصل لا تصل الى مسافات بعيدة طبعا بسبب اعتراضها من قبل البنايات وتحدب الارض وايضا هنا اذا تستخدم تستثمر لبناء انظمة اتصالات قريبة او محددة نعم تستثمر لبناء منظومة اتصالات محدودة المسافة هذا هو همشي بالنسبة انه بالنسبة انه هذا هو نقطة الرابعة همشي بس هاي هي صفاتها هي هذه وايضا تردداتها ممكن نكتبها طبعا هي طبعا تقع الترددات العالية هنا العفو الواطئة خمسمية وتلاثين كيلو هيرتز الى اثنين ميجا هيرتز نعم هذا هو مدى تردداتها فلا تلاحظون هي مو بالترددات العالية جدا وانما تكون بالترددات تقريبا الواطئة النوع الثاني من انتشار الموجات هو اسم الموجات الموجات السماوية وهذه الحقيقة الموجات عزايا طلبة راح ترسل الى السماء شنو احنا عدنا بالسماء اللو تلاحظون عدنا طبقة الايونسفير طالب خدها اعتقد بالصف الثالف متوسط او شيء درس عن طبقات الجو فطبقة الجو المتأينة هذه المتأينة احنا اللاحظ انه طبعا هي مدى معين من الارتفاعات قد تصل الى حوالي مئة كيلومتر وهذه كل ما يزداد ارتفاعها يزداد تأيونها فمن نقول تأيونها شنو معناها معناها ايونات واحنا الموجات شبه الموجات هي عبارة عن مجالين كهربائي ومناطيسي فعندما تأتي هذه عدت تأثر بيش بهذه الطبقة المتأينة عند ايدن تعمل هذه الطبقة اما على تهوينها توهينها عفوا او على عكسها فلاحظوا هنا فرح يصير عندنا عكس دي هذه الموجات فهاي تنتشر وين تروح الى السماء ومن ثم تنعكس من طبقة الجو المكهرب الى اونسفير وترجع علما الى الارض مرة اخرى فلذلك تحقق مسافات ابعد يعني شلون لاحظوا عندنا هذا الارض هنا هذا التحدب الارض وعندي هاي محطة الارسال لاحظوا وهاي طبقة الجو فرح من يبعثها بهذا الشكل وين توصل توصل الى هذا المكان ابعد لكنه ذا كانت هنا مثلا طبقة ارضية ارضية من يتبعثها هنا ما توصل هنا اكتر تصدم ايش تصدم بتحدب الارض لاحظوا ما توصل الى مسافة بعيدة بينما هاي السماوية هاي هذه ارضية وهاي ايش هاي سماوية سماوية تصل الى من تصل الى مسافات ابعد بسبب ايش بسبب ايش بسبب منعكاسة عن من عن طبقات الايونوسفير طبقة الايونوسفير هذا الحقيقة نعم الحقيقة عندنا السؤال عليها مهم جدا ان شاء الله ورا ما اكمل رح اشرحها جدا بسيط هو السؤال ولطيف جدا ايضا الشيء الثالث وهي الموجات عفوا ان تردداتها مكتبناها ايضا تردداتها من اثنين تبدأ من اثنين ميجا هيرتز الى 30 ميجا ميجا هيرتز وهذا هو طبعا مداها يقع ضمن الترددات العالية اما نجي الى النوع الاخير وهو الموجات الموجات الفضائية هذه هي هذه الفضائية نانا الموجات طبعا مداها يكون تردداتها جدا عالية نانا يعني مداها اكثر من اكبر او اكثر من 30 ميجا هيرتز لاحظوا هذه العملية شيصر عندنا الموجات هذه الموجات من نبعثها مثلا من المكان هذا راح تخترق طبقة الجو المكهربة ايوناسفير ليش تخترقها لانه هنا تردداتها جدا جدا عالية ما تستطيع هاي الطبقات ان تأكسها فلذلك هادي تستثمر وين في نعم تنفد خلالها ولانه طاقة جدا عالية وها ما تستطيع ان تأكسها فراح تنفد من خلالها وتطلع توصل لها مسافات جدا بعيدة ولذلك يستخدموها ليش قلنا فضائية تستخدم بضبط نستخدمها للمسافات البعيد جدا بين القارات ولذلك نستخدمها ايضا الان في البث التلفازي بث التلفازي شو نقول احنا لدينا ساتيلايت هذا الاقمار الاصطناعية الاقمار الاصطناعية هذا راح يبثها المن للقمر الاصطناعي القمر الاصطناعي يرجع يبرمجها مرة اخرى ويبثها الى مسافة اخرى من الارض فلاحظها ايبثها توصل المن توصل الى مسافة ابعد بكثير من الموجات السماوية اذا هذه هي الموجات الفضائية يعني معناها تنتقل المن الى الفضاء لانها تخترق طبقة الجو المكهرب بلاحظوا الموجات السماوية تصل لطبقة الجو المكهرب والأرضية لا تصل إلى مسافات بعيدة بسبب تحدى بالأرض كونها قريبة من سطح الأرض هذا هو الفرق الأساسي بناتهم ولذلك فإن الموجات السماوية هنا تكون تردداتها جدا عالية فتستطيع أن تنفذ من طبقة الجو المكهرب وعفوا الفضائية أنا أقصد بها الموجات الفضائية اللي هي أكثر من 30 ميجا هيرتز وهذه تنفذ من طبقة الأيونسفير وتستقبلها القمر الاصطناعي ويرجع بثم جديد مرة أخرى عندنا الحقيقة سؤاليا مهمة جدا دائما اللي يسألون عليها أعزائي طلبة في هذا الموضوع يقول أستاذ أول سؤال إحنا البث التلفازي ليش ما يصل لها مسافات بعيدة لأنه البث التلفازي رح يستخدم موجات قصيرة يترددها عالي من ضمن هذه الموجات الفضائية وبذلك رح تستطيع هذه الموجات أن تنفذ من خلال طبقة الجو المكهرب وتصل إلى مسافات يعني جدا بعيدة فما ينعكس منها إلا نزر قليل جدا وعليه فليكون استقبالها يعني ضعيف وما توصل إلى مسافات بعيدة إذن لأنها تستخدم موجات لاترددات عالية وهات تستطيع أن تنفذ من خلال طبقة الجو المكهرب كيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة؟ شون تغلبنا عليها؟ شون جعلنا البث التلفازي يصل لها مسافات بعيدة؟ وذلك باستخدام إيش؟ استخدام الأقمار الإصطناعية لاحظوا إحنا الآن استخدمتها لاتتسوينا كل يسوينا هذه الموجات استخدم لنا صفتها ما هي صفتها يمكن أن تنفذ من خلال طبقة الجو المكهرب وتصل إلى إيش؟ إلى مسافات بعيدة سوينا لها سميناها سماوية فأخذنا القمار الإصطناعي وبدأ يستقبلها ويبثها مرة أخرى إلى الأرض وفي هذه الحالة قدرنا أن نوصل البث التلفازي إلى مسافات الدن بعيدة أيضا سؤال جدا مهم يقول البث التلفازي أو البث الإذاعي يكون أوضح أوضح في الليل أوضح منه في النهار هاي شوي يريد نوضحها أعزائي الطلبة إحنا الطبقات المكهربة إذا أريد نشرحها هنا شوي على الصبورة لاحظوا طبعا هذا الموضوع يخص موجات السماوية هذه هي الأرض هاي طبقة الأيونو سفير هاي طبقة الأيونو سفير لاحظوا هاي يسموها D layer طبقة D وهاي طبقة F layer هذه طبقة D وطبقة F طبعا قلنا هسا هاذا يكون أكبر تأيون كل ما يصعد يتأيين أكثر وهذا أقل تأيون لاحظوا هذه الطبقات تعمل على عكس الموجات السماوية هاي موجات سماوية هاي موجات سماوية فتأكسها لاحظوا وهذا عكسها أكثر الـ F عكسها أكثر من الـ D layer شون يصير عندي في هذه الحالة الـ D layer في النهار تكون موجود هاي الـ D layer لأنه هنا تأيونها شكون تأيونها قليل تأيونها قليل وموجودة بالشمس فتعمل على إيش على تقريب تأيونها ويتتهون لهذه العملية فتعمل على إيش تهوين الموجات وتأكسها باتجاهات مختلفة وتمتص بعضها إذن ما راح يوصل إلى الـ F إلى طبقة الـ F شيء اللي كي تعكسها ويكون بشكل واضح أما بالليل فتختفي هاي الطبقة ليش؟ لأنه ما كنش تمس فراح يزداد تأيون الطبقات الجو وراح يزداد صر كلها تختفي صر كلها F وفي هذه الحالة يزداد قابلة الطبقات على عكس الموجات وبالهذه الحالة فراح تعمل هذه الطبقة F على عكس جميع الموجات عند إذن يكون البث التلفازي أوضح بكثير منه في الليل أوضح منه في نار نعيد هذا الكلام بشكل جدا بسيط نقول أنه في هذه الطبقات الطبقات بالضبط الطبقة الآن 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 نسألون اللي نقول بالليل يصير كونها طبقة واحدة يصير كونها تأيين واحد بمستوى واحد ليش؟ لأنه هاي الطبقة تختفي ويبقى لبس هاي الطبقة إذن شو نقول إحنا؟ نقول بالنهار طبقة الديليير موجودة وهذا الديليير تعمل على توهين عفواً توهين وامتصاص الموجات التلفاز وبهذه الحالة ما يصل إلى الأرض الموجات بشكل واضح ويكون عندنا الاستقبال مواضح يعني ما يصل الموجات بكمية وممغدار كبير أما في الليل تختفي هاي الطبقة أي يزداد تأيين الطبقات كلها وعنده إذن راح تعمل طبقة أف على إيش؟ على عكس الموجات وبشكل جدا ممتاز فيصل كل هالموجات المنقل للأرض وعنده إذن يكون الاستقبال واضح جدا إذن إحنا نقول بشكل يعني بسيط وواضح أنه إحنا أثناء الليل راح تختفي طبقة الديليير وتبقى طبقة الأف تقوم بعملية عكس الموجات وفي هذه الحالة يكون الاستقبال أوضح منه ليلا أوضح منه نهارا الحقيقة عندنا وقت جدا قصير راح نمطيكم فكرة عزائي طلبة عن موضوع الرادار فكرة بسيطة عن موضوع الرادار وإن شاء الله الدرس القادم راح نشرحها بشكل مفصل ونشرح أجزاء الرادار الرادار هو مختصر لكلمة راديو دي تيكشن آند رينجينج يعني شنو معناها هذا بالمختصر مالتي طبعا شونا نحسن نقول لسا الفاو شونا نقول كلمة ليزار هذا كل مختصرات علمية كل حرف هو يؤدي إلى إيش إلى معنى فيزيائي راديو دي تيكشن آند رينجينج يعني معناها هنا الكشف عن الأجسام الموجودة في الفضاء باستخدام موجات راديوية باستخدام موجات راديوية وهذا قد يكون في الليل أو النهار في يعني في الظلام أو في النور في الظلام أو في النور كيف يتم طبعا الكشف هنا من نقول الكشف يعني نقصد بالكشف أنه موجود فقط لا وأنما يمكن أن نحدد مواقعها يعني من نكشف عنها نحن من نقول هذا الشيء موجود مو بس موجود موجوده بنسبة معينة كذا إذن معناها نفس العملية من نقول نقصد بالكشف عنها نقصد بها أيضا كشف وتحديد مواقعها في الليل أو بالنهار باستخدام الموجات الراديوية أو الموجات العادة التردد طيب شون نتم العملية عملية جدا بسيطة هذه الأجسام هذه الأجسام هي عبارة عن أجسام أغلبها يكون أجسام معدنية أو حتى أسراب الطيور خاي كلها لها قابلية على أن تأكس الموجات الكهرومناطيسية وهذه الموجات الكهرومناطيسية عندما تنعكس ممكن استقبالها وبعد استقبالها والكشف عنها راح شنسوي نحولها من إشارات كهربائية رجحها ألمن إلى إشارة المعلومات اللي قلنا عليها قبل درسيا وفي هذه الحالة راح تطيني خصائص معينة لهذه العملية يعني أنسان مثلا أنا عندي يقول أن هذا أجسام ثابتة عندي في الموقع في الجو هاي تطلع لي أنا أعرفها بس أي تغير عن هذا الأجسام راح يطيني مكانات جديدة وأبعاد جديدة فيظهر لي راح أقول في هذا المكان أقول عندي هنا مثلا جسم متحرك قد يكون جسم طائرة قد يكون جسم أي شيء آخر حسب المعلومات اللي تجيني من إشارة المعلومات الموجودة إذن هذا هو يعني باختصار باختصار كلمة الرادار وأيضا بالرادار رادارات الحديثة الآن درشوفوها ما تطيني فقط الكشف عظم أعزائي الطلبة تطيني معلومات كاملة تطيني معلومات عن ارتفاع الهدف وتطيني عن مدى الهدف وتطيني عن اتجاح ركت الهدف وتطيني أيضا عن نوع نوع الهدف وأيضا حتى حيانا تطيني بعض المعلومات عن سرعته وأيضا تطيني بعض المعلومات عن اتجاهاته بشكل دقيق جدا وعليه تطيها معلومات مكتوبة على طابعة وهذه المعلومات يمكن التعامل معها بشكل جدا بسيط إذن هذه فتفكرة جدا بسيطة عن كلمة الرادار والرادار اللي يهمنا بي أو اللي إحنا ممكن أن يفيدنا أو يمكن لمواضيع اللي خدناها راح نشوف هو بتلبط كأنه عمليتين يعني هو دائرتين إرسال واستقبال في آن واحد يرسل ويستقبل لكن ما راح يرسل موجة إشارة فقط راح يرسل موجات عالية التذبذب وخائعة التذبذب راح تصدم بالأجسام موجودة في الفضاء وتنعكس وعند إنعكاسها ممكن أن نستقبلها ونحولها إلى إشارات كهربائية من جديد ومن هذه الإشارات كهربائية نعرف ما موجود في الفضاء ذكرة بسيطة عزائي الطلبة عن الرادار وإن شاء الله في الدرس القادم راح أشرح لكم إياها بشكل مفصل وما هي أجزاء الرادار ولا أن ألقاكم في الدرس القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة